الحصاد من قناة الفلوج أهلا بكم إلى الحصاد معكم زينة جمول والبداية بأبرز العنوين مع تواصل الهجمات على القواعد الأمريكية أمريكا ترفع رسميا انذار 2001 بوجه العراق وتعيد للذاكرة ذرائع الاحتلال الجهود القطرية تنجح بفرض الهدنة في غزة والشيخ الخنجر يدعو العرب والمسلمين لضخ المساعدات إلى القطاع بعد أن تقطعت بهم السبل وحرموا من حق العودة مئات العائلات النازحة في صلاح الدين تلجأوا للعشوائيات بعد طول نفي بشأن وجوده السوق الموازي يمسك بزمام الدولار ويتحكم بسعر صرفه أملا باستقرار الأسعار زحف على محرمات سريع الدورة اليوسفية يفجر غضب أصحابها المتضررون يؤكدون ملكنا منذ العهد العثماني أهلا بكم في فلسطين دخلت الهدنة المؤقتة بين قوات الاحتلال وحركة حماس في قطاع غزة اليوم الجمعة دخلت حيزة تنفيذ ويشمو الاتفاق وقف اطلاق النار في القطاع اطلاق سراح خمسين صهيونيا مقابل وقف القطال لمدة أربعة أيام والإفراج عن مئة وخمسين فلسطينيا من سجون الاحتلال من جانبه أكد المتحدث باسم إدارة معبر رفح بدء دخول شاحنات المساعدات والوقود متوقعا دخول أكثر من مئتي شاحنة يومية هذا وعبر رئيس حزب السيادة الشيخ خاميس الخنجر عن شكره للجهود القطرية التي نجحت بفرض هدنة إنسانية ضرورية لإنقاذ أهالي غزة كما دعا الشيخ الخنجر الدول العربية والإسلامية إلى إجراءات عاجلة وفتح المعابر وسرعة إدخال المساعدات مضيفا أنه من المعيب أن تتوقف مستشفيات غزة بسبب الوقود وبلاد العرب منبع النفط وفي الأنبار أقام أهالي الفلوجة صلاة الغائب في جامع الفرقان على أرواح شهداء غزة وجميع شهداء المسلمين الذين سقطوا نتيجة الإجرام الصهيوني وثمنوا صمودة وبطولات الشعب الفلسطيني طيلة هذه السنوات أمام الكيان الصهيوني فغزة قد انتصرت بدمائها وثباتها وصمود رجالها ونسائها وأطفالها غزة التي عاشت بين شراسة العدو وخيانة الصديق غزة التي عاشت بين الصمت الإسلامي والتواطئ العالمي لكن أبى الله عز وجل إلا أن يرفع رايتها وأن يرفع شأنها بين الأمم والله إننا من هنا من مدينة الفلوجة نشد بقلوبنا فندعو لهم ونتمنى لهم الناصر والثبات والتأييد الأخبار مستمرة إلى ذلك أوضح المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح أن الهدف من تعميم البنك المركزي حول تداول الدولار من خارج المنصة وفق العرض والطلب هو توفير مرونة عالية في العرض تسهم باستقرار السوق وأكد صالح أن تحرير عمليات بيع وشراء النقد الأجنبي ليس بديلا عن سياسة الدفاع عن الاستقرار السعري وخطة الحكومة في التدخل باستقرار المستوى العام للأسعار مضيفا أن تحرير مناخ التعاطي بالعملة الأجنبية سيوفر مرونة عالية في العرض تساهم في الحد من ضوضاء السوق الثانوية للصرف للمزيد ينضم إلينا من الضفة الغربية الخبيرة في العلاقات الدولية حسن الديكوة ذلك بالعودة إلى ملف فلسطين أهلا بك معنا سيد حسن يعني صباح اليوم بدأ ساريان الهدنة المؤقتة في غزة حتى الآن كيف يمكن أن نقيم هذه الهدنة وتوقعات تمديدها لا شك أن هذه الهدنة هي نقطة جيدة وهي تقدم وهي انتصار يحقق الشعب الفلسطيني لأن ما أعلنته الحكومة الإسرائيلية كان لا مفاوضات لا هدنة لا وقت لإطلاق النار حتى إطلاق صراح كافة المخطوفين الآن هم يفاوضون وهم رضخوا لشروط المقاومة الفلسطينية وهم تم إطلاق صراح أسرى فلسطينيين ضمن هذه السفقة من جانب آخر الضغوط الإسرائيلية تزايد على الحكومة الإسرائيلية اليمينية الموجودة في إسرائيل أضف إلى ذلك أن يبدو أن هناك الآن سيناريوهان اثنان يلحان في الأفق السيناريو الأول وهو الأقوى أن يتم بعد ثلاثة أيام وليس أربعة أيام الإعلان عن تمديد هذه الهدنة إلى هدنة إنسانية أخرى لمدة ستة أيام وإطلاق صراح عدد مماثل من الأسرى الفلسطينيين والأسرى الإسرائيليين المخطوفين لدى حماس وهذا نابع عن ضغط إسرائيلي محلي من الرأي العام الإسرائيلي نضاف إلى الآثار النفسية التي سوف يتركها هؤلاء الذين تم تحريرهم اليوم وإطلاق صراحهم من الإسرائيليين على عائلات المخطوفين الآخرين من الجنود والمدنيين والأطفال الذين مقوا في قطاع غزة هذا سيشكل ضغط جديد وإضافي وعبء أكثر السيناريو الثاني ماذا أن لم تمدد هذه الهدنة؟ السيناريو الثاني إذا لم تمدد هذه الهدنة والعودة إلى استناف العمليات العسكرية وهذا السيناريو الذي يدعمه ويؤيده رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين ناتنياهو ووزير الدفاع يؤاف جلنت واليمين المتطرف في هذه الحكومة الذي مستله اسمترش وبن جفير لأن تمديد الهدنة ووقف الحرب ووقف العمليات العسكرية في قطاع غزة يعني خيار واحد داخل إسرائيل هو الذهاب للانتخابات وخسارة الأحزاب اليمينية لمقاعدها في الحكومة وانتهاء المستقبل والحياة السياسية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين ناتنياهو لأن كل استطلاعات الرأي في تل أبيب ترجح فوز ميني جانس وتعطيه 50% من الأصوات مقابل 16% لرئيس الوزراء بن يمين ناتنياهو صحيح ربما آخر استطلاع لمعاريذ قرأنا بشأنه نود أن نستثمر وجودك أكثر سيد حسن للحديث عن هذه الهدنة التي دخلت حيزة تنفيذ اليوم يعني لاحظنا قوات الاحتلال تقتحم بلدات عدة في القدس وحتى الآن أصلا يوجد أصلا إصابات بالرصاص في صفوف الأهالي الذين ينتظرون الإفراج عن أبنائهم الأسرى الفلسطينيين هذه المغالات باستخدام العنف والقوة من الجانب الإسرائيلي في هكذا يوم إلى ما توشر لا شك أن الاستخدام المفرط للقوة من جانب الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المثلة خاصة في الضفة الغربية والقدس هو ظاهرة منذ سنوات وقبل ما يحدث في قطاع غزة مئة عن عدوان هناك حالة من الاعتداء على الشعب الفلسطيني على المدنيين وعلى الآمنين وهذا يعبر عن حالة التخبط لدى المستوى السياسي الإسرائيلي في التعامل مع الوضع الفلسطيني نعم اليوم تم إطلاق النار على الذين كانوا ينتظرون ذويهم الذين سوف يتم إطلاق صراحهم بالقرب من سجن عفر قرب رامالة واستمرت الاقتحامات الإسرائيلية في قرى ومدن وبلدات الضفة الغربية بشكل طبيعي وبكل أسف بما يتعلق بالهدنة كان الإطار المكاني الذي تم توقيعه والاتفاق عليه هي قطاع غزة فقط ولم يتم الإشارة في أي من تفاصيل هذا الاتفاق والهدنة إلى الضفة الغربية أو القدس أو غير ذلك تم تحديد الإطار المكاني هو داخل قطاع غزة من أجل إطاء مهلأ أخرى وأعتقد أن السيداريو الأول هو الذي سيكون بعين الإعتبار سيتم تمديد هذه الهدنة إلى هدنة أخرى لإطلاق صراح المزيد هذا يؤدي إلى غليان في الشارع الإسرائيلي وظهور المزيد من المظاهرات المطالبة بالإفراج عن المخطفين في قطاع غزة ويمثل ضغوط كبيرة على الحكومة الإسرائيلية الحالية التي تبين استطلاعات الرأي أن المعارضة الحالية في إسرائيل ستحصل على 78 مقعد من أصل 120 مقعد بمعنى تشكيل حكومة بمفردها دون العودة إلى أحزاب اليمين أود الإشارة إلى قضية في غاية الأهمية أن اليمين الديني داخل الحكومة الإسرائيلية الحالية الممثلة بحزبي شاسوية هدود هترا داخل المجلس الوزار المصغر وداخل الكبينة الديني لهم صوتوا مع هذه الصفقة من أجل تنفيذ هذه الصفقة وإطلاق صراح المخطفين والوصول إلى هدى الإنسانية التي عارض الصفقة هو اليمين الصهيونية الدينية وضحت الصورة أشكرك جزيل الشكر للأسف دهمنا الوقت الخبير في العلاقات الدولية حسن الديك كنت معنا من الضفة الغربية المحتلة تحديدا من القطس شكرا لك إلى التصعيد الأمني ضد القواعد الأمريكية وما أعقبه من رد أمريكي غير مسبوق منذ أكثر من سنة وذلك بقصف منشآت عسكرية تابعة للحشد الشعبي أعقبته رسالة للرئيس الأمريكي بعث فيها إلى الكونغرس ورفع خلالها تحذيرا باستمرار إمكانية التدخل العسكري بموجب تفويد استخدام القوة العسكرية في العراق التصعيد بالتصعيد والتهديئة بمثلها هكذا تسير قواعد الاشتباك في العراق فمنذ الثامن عشر من تشرين الأول الماضي وحتى الثالث والعشرين من تشرين الثاني الجاري نحو سبعين استهدافا بالمسيرات والصواريخ ضربت القواعد الأمريكية في العراق وسوريا نتجت عنها إصابات بين الجنود الأمريكيين وحتى الاثنين الماضي لم يكن الرد الأمريكي بعيدا عن قواعد الاشتباك لكن ما بعد الاثنين اختلف صاروخ باليستي قصير المدى يستهدف قاعدة عين الأسد في الأنبار والبنتاجون يقول إنها المرة الأولى التي استهدفنا هذا النوع من الصواريخ ويرد الجيش الأمريكي فجر ثلاثاء بضربة على مشاية عسكرية في منطقة جرف الصخر جنوب بغداد أودت بحياة عدد من عناصر الحجر الشعبي نشعر الآن أننا اتخذنا الإجراء المناسب لتدمير بعض منشاءات وأسلحة الجماعات التي تستهدف قواتنا في العراق وسوريا ونحتفظ دائما بحق الرد في الوقت والمكان الذي نختاره مباشرة بعد الهجوم نفذت طائرة عسكرية أمريكية من طراز أيسي 130 ضربة دفاع عن النفس ضد مركبة للجماعات المدعومة من إيران وعدد من أفرادها المشاركين في هذا الهجوم وأسفرت عن مقتل عدد منهم إن قواتنا في العراق وسوريا تعرضت ل66 هجوما آخرها هجوم بصاروخ باليستي على قاعدة عين الأسد استخدم لأول مرة الاستهداف فجر موجة استنكارات وإدانات رسمية ففضلا عن عدم إبلاغ الحكومة بهذه الضربات فإنه استهدف فصيلا منضويا في هيئة الحشد الشعبي لكن جو بايدن وفي رسالته للكونغرس أكد أنه أمر بهذه الضربات بموجب تفويض استخدام القوة العسكرية الصادري عام 2001 وهو ذات التفويض الذي احتلت أمريكا العراق بموجبه تأكيد بايدن باستخدام تفويض القوة العسكرية لعام 2001 يراه مراقبون رسالة مفادها أن التدخل العسكري الأمريكي في العراق لا يحتاج لإذن أو لاتفاقية إطارية بل هو جاهز للتفعيل بكبسة زر ما لم ترتدع القوى المناهضة للوجود الأمريكي للمزيد ينضم إلينا من بغداد الخبير الأمني والاستراتيجي سرمد البياتي أهلا بك معنا سيد سرمد سيد سرمد أين طقف الحكومة العراقية من استمرار التصعيد المتبادل يعني الموقف لا أخفي عنك يعني حراجة الموقف ربما ظروف اللي مر بها العراق ظروف الآن صعبة جدا أنا أتكلم سياسة خارجية وحتى أمنية نحن نرتبط مع الولايات المتحدة الأمريكية بشراكة استراتيجية وبمعاهدة من الصعب الغاء هذه المعاهدة من طرف واحد يعني اتفاقية طار استراتيجي من الصعب الغاء من طرف واحد الموجودين مستشاريين واعترفت الحكومة بذلك وكثير من اللي جان ذهبت وشافوا بأنهم مستشارين لكن الحكومة أصدرت بيانيا بالمناسبة بيان بالبداية كان داعم لغزة وكان أيضا يطلب السيد قائد العام قوات المسلحة يطلب من الجهات الأمنية متابعة مطلقي صواريخ ثم أتى بيان آخر بعد موضوع قصف جرف الصخر البيان كان يتكلم عن خرق السيادة العراقية وعن كثير من الأمور وبالنهاية أيضا طالب بمطاردة مطلقي صواريخ اللي انعطافه هنا بالموضوع أنه تم استخدام صواريخ باليستية داخل الأراضي العراقية هنا حدثت المشكلة هنا جانب الأمريكي رد يعني رد في مكانين أو ثلاث أماكن داخل العراق كان سابقا طوال فترة هاليا جماعة يرد داخل سوريا لكن الآن تحول الموضوع إلى رد داخل العراقية لماذا؟ هل لأن استخدام الباليستي يعد خروج عن قواعد الاجتبات؟ أم ماذا سيد سربط؟ طبعا طبعا صواريخ الباليستي قصيرة مدى سوف يستخدم استخدامها كثيرا ربما حتى إذا ما توقع إذا ما استمرت الهدنة يستمر استهداف المستشارين والقواعد التي تحوي مستشارين أمريكان لكن هذه ليست حرب يعني الحرب إلها شروطها وإلها كثير من الأمور إحنا مداخلين حرب لكن هناك فصائل عقادية هي اللي تعتقد بأنه الوجود الأمريكي هو وجود احتلال هو وجود غير مرحب به لكن هذا ليس رأي الحكومة يا عزيزتي رأي الحكومة يختلف رأي الحكومة لديها علاقات دبلماسية مع هذه الدولة عندنا سفير في أمريكا عندهم سفير موجود هنا موجودة سفارة هي من أفخم السفارات بالعالم فلذلك بالإضافة لذلك يعني هناك إطار تنسيقي هو من شكل هذه الحكومة وهو مستمر بالاتفاقيات وقسم من الفصائل ربما كانت هي أساس في الإطار التنسيقي وربما هي من رشحت وهذا حقيقي هي من رشحت رئيس وزراء لهذا المنصب لذلك أنا أقول لك الإشكال الكبير يعني الدولة أما لديها طريقين أما تواجه هذه الفصائل أما تقول أنا مع الفصائل وهذا مستحيل لذلك أنا قلت لك يعني لا محالة نحن أمام أما مشكلة داخلية مع الفصائل وأما مشكلة خارجية مع واشنطن إذن ما السبيل للحل أكيد 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 كلامك عين الصواب مشكلة داخلية إذا تم اعتقال أو تم الصدام مع هذه الفصائل هذه مشكلة حقيقية يعني أتوقع ما يصير هذا الشيء لكن المشكلة القادمة هي مع الولايات المتحدة الأمريكية يعني خاصة يعني أتمنى أن الكل يدرك بأنه وشوفوا إحنا سنة كاملة من نقدر نحل مشكلة الدولار لارتباطه بالولايات المتحدة الأمريكية إحنا سلتنا الغذائية اللي ناقضها إحنا هاي التموينية السلة الغذائية هاي كلها استيراد إحنا بلد ما أعتبر منتج بهذه السنين الأخيرة لذلك كل هذا نستورة السلة الغذائية ومطالبين بتوفير السلة الغذائية المواطن طيب هذه السلة الغذائية ما هي كلها لازم تجيب الدولار دولار مين تحصلي أمريكا تطينا يعني تطينا جزء من الدولار لأن إحنا يبدو أنها لا زال تحطى إلى بعض العقوبات أو تحطى إلى حماية خلينا نقول حماية لأموالنا لأموال العراق طيب هذه مشكلة أصبحت صعبة يعني ذات لعبويانة إلى أي مدى ما زادت صعوبتها سيد سرمد لهذه المشكلة التي تصفها بالصعبة بعد تلميحات بايدن بخصوص استخدام تفويض القوة العسكرية للرد على الفصائل أمام أي سيناريو نقف اليوم يعني أحنا قد أكون أنا متخوف ربما المشكلة إذا تم استهداف قيادات معينة فهي هذه مشكلة أكبر من هذا الموضوع يعني يتزداد صعوبة الموضوع أنا يعني بيانات المقاومة يوم أمس يعني تكلمت عن مراقبة الوضع خلال 24 ساعة بالتزامن مع هدنة الموجودة في غزة فيا ترى بعد 24 ساعة هل سيستمر استهداف المواقع التي تحوي أمريكان إذا استمر الاستهداف هذه مشكلة بعدين ما ننسى الأمريكا تعمل الآن الولايات المتحدة بأسلوب الفعل ورد الفعل يعني إذا صار أدها خسائر بشرية ممكن أن ترد بقوة وهذا ما فعلته في قبل يومين يعني هذه مشكلة سنبقى في دوامة ونبقى في هذا الوضع الصعب والمحرج نعم أشكرك جزيل الشكر الخبير الأمني والاستراتيجي سرمد البياتي كنت معنا من بغداد شكرا جزيلا لك الأخبار مستمرة أكد محافظ البنك المركزي علي العلاق التواصل المستمر مع وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الفيدرالي مضيفا أن اجتماعات مفصلية بين الجانبين ستعقد مطلع الشهر المقبل لمراجعة جميع الأمور المالية المتعلقة بالدولار وأشار العلاق إلى أن البنك الفيدرالي والخزانة الأمريكية تستجيبان لجميع ما يحتاجه العراق من الدولار مضيفا أن توريد الدولار يدعم الاحتياطات في البنك المركزي وأكد العلاق أن الاستيراد باليان الصيني واليورو دخلت حيز التنفيذ منذ فترة فضلا عن الاستيراد بالدرهم الإماراتي والذي سيبدأ الأسبوع المقبل لافتا إلى أن التفاهمات الأولية مع الجانب التركي مستمرة لإجراء التحويلات عن طريق المصارف التركية بعملة اليورو بعد قرار وزارة الزراعة بتقليص الخطة الزراعية في عموم العراق أسهم القرار برفع نسبة العاطلين عن العمل في بيقار وزاد من الصعوبات المعيشية لفلاحي المحافظة المزيد في التقرير التالي مساحات واسعة خرجت عن الخطة الزراعية والإنتاج الفعلي بسبب الجفاف الذي ما يزال يهدد البلاد أما بعد هطول الأمطار التي كانت جميع بانتظارها يعود الحديث عن مدى أمكانية شمول أراضي زراعية أكثر وضمان تحقيق الأمن الغذائي تعدك شريحة الفلاحين اليوم حسب ما نقدرها 60% ف60% أكثرهم مصدرهم هو الفلاح فموت الأرض هو موت بيت أو موت عائلة العائلة اليوم لما تطلع إرادة لها مصرف في اليوم أقل شيء 50-30-40 ألف يلا تتغدأ ويلا تتعشي فبالمقابل إذا الفلاح موتتها العائلة وقلت لها لا تزرع ثلث أرضك أو ثلثين أرضك زيان منها يجيب مصدره زيان إحنا إرادنا سنوي الفلاحون في ذيقار أكدوا للفلوجة أن تقليص الخطة الزراعية أضر بهم خصوصا أن أغلبهم معتمدين كليا على الزراعة ما أدى إلى إضافة أعداد كبيرة من العاطلين أكثر الأوامر بالدولة قاموا يقلصون الزراعة وتكثر هذه الحالة تشجع البطالة في البلد وإحنا خاصة من مناطق الريفية الاعتماد على الزراعة وفي حالة وقوف الزراعية تكثر البطالة والناس ظلت عيشتها تصير صعبة وإحنا هسا اعتمادنا الكل الاعتماد الكل على المطر بالنسبة للفلاحين بعدما قلصوا الخطة إلى الثلث أصبحت عندنا بطالة والبطالة يعني على مستوى الفلاحين يعني أولادهم اللي كانوا يمتهنون الزراعة وأخوانهم يعني تقريبا انتهت حتى أثر على المواشي الموجودة تعتمد على الرعي والمزروعات وهذا التخفيض أثرت سلبا على الزراعة نفسها اللي خل الناس تعتمد على مياه الأمطار تفاقم المشاكل التي تواجه القطاع الزراعي له تأثيرات خطيرة وكبيرة في تدني الإنتاج وخسارة مساحات شاسعة من الأراضي المنتجة إحباط أصيب به فلاح ذيقار بسبب قرارات وزارة الزراعة بتقليص خطتهم الزراعية فيما لجأ آخرون إلى مياه الأمطار بعد أن رجحت هيئة الأنواع الجوية هطولها بوفرة لهذا البوسم من ذيقار سعد سعد الركابية على تلفلوجة لمناقشة الملف الاقتصادي ينضم إلينا الأكاديمي والخبير الاقتصادي الدكتور صفوان قصاي أهلا بك معنا دكتور صفوان ونبدأ معك بمحاولة لتقييم التعميم الأخير للبنك المركزي ماذا عن إيجابياته وسلبياته برأيك طبعا من الواضح أن البنك المركزي نجح في عملية الاقتراب من متطلبات الفدرالي الأمريكي بوجود أكثر من أربعين مصرف مراسل دولي ستتمكن المصارف العراقية من القيام بالتحويلات المالية من خلال المصارف الأردنية التي لديها حسابات في سيتي بانك وجي بي مورغين وبالتأكيد سيتي بانك وجي بي مورغين لديهم نفس الشروط التي موجودة في المنصة من حيث الامتثال إلى من هو المجهز أن لا يكون ضمن دائرة الشبهة ومصدر الدينار العراقي يكون معروف بالنسبة للنظام التحويل لكي نتمكن من السيطرة على عمليات التحويل وتدريجيا من الممكن أن يكون هناك انضمام إلى هذا النظام من قبل بقية التجار وبالتالي انحسار الطلب على الدولار في السوق غير النظامي وتحويل إلى المنصة الكترونية أيضا البنك المركزي بالتأكيد يحاول إرشاد المصارف العراقية على إعادة نصف مستوى الاعتماني لديها لكي تقوم هي بعملية التحويل بشكل مباشر بعملات مختلفة لدينا اليوان الصيني الروبية الهندية وكذلك اليورو ويمكن أيضا إضافة الليرا التركية وأيضا الدرهم الامارات طيب دكتور صفوان نود أن نفهم معك في التفاصيل الاقتصادية أكثر يعني تعميم البنك المركزي هل هو تعويم للدينار أم على المقلب الآخر اعتراف وأقرار وتسليم الأمر للسوق الموازي ليتحكم بسعر الصرف وانتهى الموضوع لا الحقيقة التعميم الأخير حول إمكانية شركات الصيرفة والمصارف العراقية بأن تقوم بعملية شراء وإعادة بيع الدولار بسعر السوق هي عبارة عن عملية تسهيل لبعض الزبائن الذين لديهم التزامة الدولارية أو بعض العراقين الذين يمتلكون الدولار ويرغبون بعملية بيعها وجود نافذة شفافة لشراء وإعادة بيع هذه العملات الصعبة من قبل المصارف ستسحب الطلب من المضاربين إلى المصارف والمصرف يكون مسؤول عن معرفة من أين أتى هذا الدولار ولمن يباع من أجل أن لا يكون لدينا دولار سائب الدولار الذي يستلم من البنك المركزي لا يزال بنفس السعر 1320 لكن وجود سوق للمضاربين وجود حاجات في بعض الحالات طارئة قسم من الزبان لديهم مستحقات دولارية على مستوى وحدات سكنية تمشراها بالدولار أيضا أقليم كردستان سوق دولاري فعملية تحول إلى الدينار تحتاج إلى وقت فأعتقد أن هذا الإجراء هو عبارة عن محاولة سيطرة على السوق غير النظامي إذن محاولة سيطرة وهو بالتالي يعني حل وقتي ماذا عن الحل الدائم لهكذا مشكلة تزداد لا الحقيقة يعني الحل الدائمي هو أن يكون لدينا عقود تجارية طويلة الأجل من قبل تجار معروفين مع المناشئة معروفة وضمن نظام الاعتمادات المستندية وأيضا البنك المركزي قد يقترب من أقناع الفدرالي بدعمه في موضوع أن يكون لدينا منافذ تجارية لشركة أمازون أو علي بابا لبيع السلع داخل العراق بالدينار العراقي وبذلك نجبر التجار على انضمام إلى نظام التجارة الرسمي وكذلك عملية إدخال بعض الشركات المعاقبة والكيانات المعاقبة ضمن آلية للتحويل المالي بإشراف الفدرالي الأمريكي قد تنجح مثل هذه المعالجات في كسر الدولار في السوق غير النظامي وعيادته إلى وضع الطبيعي تنجح في أي إطار ومدى زمني دكتور قصاي إذا أردنا أن نتحدث من الناحية العلمية كم من الوقت تحتاجه هذه المعالجات لحل الأزمة بشكل كامل يعني بتقديري بمجرد أن يقتنع الفدرالي الأمريكي بأن نتعامل مع الكيانات المعاقبة ضمن حساب مشترك في قطر أو في عمان وأن يتم استيفاء مستحقات الشركات الإيرانية أو غيرها من الكيانات المعاقبة للأغراض الإنسانية سينسحب الطلب بشكل فعال وبشكل فوري كذلك يعني المواقع التجارية الدولية عندما ترغب بأن تخدم الاقتصاد العراقي في أن تبيع السلع المفحوصة والموافق عليها من الفدرالي بالدينار العراقي مقابل أن يقوم البنك المركزي بالسماح باستخدام الرصيد الدولاري لصالح تلك الشركات سنجبر المافيات المحلية على تجفيف منابعها وبالتالي يصبح المستهلك العراقي أمام سلعة عالمية تباع بالدينار العراقي أمام سلعة عالمية أمام سلعة عالمية مؤكدين مؤكدين أن ملكيتها تعود لهم منذ العهد العثماني إلى الجنوب من العاصمة بغداد تجمع المئات من أهالي مناطق الخميسية والزنبرانية وهو الرجب وقورا أخرى لرفض قرار حكومي يقضي بالاستحواذ على أراضي زراعية لهم وتحويلها إلى الاستثمار بحجة أنها من محرمات سريع اليوسفية الذي استكمل مؤخرا طالب سيادة رئيس الوزراء المحترم محمد شاع السوداني مرفع هذا الحيث عن هذه المنطقة وجنوب بغداد بالأخص جنوب بغداد عانى مع عانى وناس أغلبية هذه المناطق ناس كادحة ووسيطة هذه الرجب ساكنين 1920 قاعدين هنا به الرجب وانطينا دماء وانطينا شهداء خوش احنا ناشد رئيس الوزراء وناشد وزير الأسكان هذا يعني ننطي دماء وما ننطيق عانى خوش لأن احنا عانينا من العينينا وهذا حق منه وهذا سند جديد احنا وعدنا سند الحجة السودة وعدنا الحجة العثمانية خوش احنا مول بارها العالم جدي من وراء الحدود وجايش أيلون ما يصير وناشد الأهالي ممثليهم في الحكومة ومجلس النواب وقبل ذلك رئيس تحالف السيادة الشيخ خميس الخنجر للتدخل وإيقاف إجراءات تشريدهم من منازلهم وأراضيهم بقرار من وزارة الإعمار والإسكان عينا اليوم على الشيخ خميس عينا اليوم على الداعم ويعتبرونه الداعم الأساسي لهاي الناس هو الأب الحقيقي لهاي الناس أنه هو الوسيلة الوحيدة اللي يصل بها نقدر نوصل صوتنا الرئيس الوزراء ولهاي الحكومة الشيخ خميس الخنجر كان إلى دور محوري ومهم في عملية دفع الضرار عن هاي الأهالي والرجال الشيخ خميس الخنجر يتعاهد للمنطقة بأنه ما يصبهم ضرار ولا تأخذ أراضيهم والرجل كان جاد وصادق بالنواية والطرح وبالفعل ونحن أيضا نعضد على موقف الشيخ خميس ونريد بعد من الشيخ خميس أنه يساعدنا لنهاي جماهير جماهير السيادة الموجودة حاليا جاية كلية تم التمى وأمهلها خير في الشيخ خميس أنه يقفلهم وأنه يساعدهم ويساعدهم في عملية الدفاع عن حقوقهم 11.2 دونم هي المساحة المهددة بالاستحواذ رغم أنها مملوكة لهذا الجمع من الأهالي منذ زمن الدولة العثمانية بهذا التقرير لخصنا مطالب أهالي جنوبي العاصمة بانتظار رد حكومي يوقف هدم هذه المنازل ومئات مثلها من بغداد ناس يوسف قناة الفلوجة في ديالا ناشدت كوادر تدرسية وذو التلاميذ بإحدى مدرس المحافظة لتعزيز الكادر التدرسي حيث يوجد أربع معلمات فقط بينما تقتض المدرسة بعشرات التلاميذ ما يقرب من 300 طالبة في مدرسة البيعة في ناحية سد العظيمة تعاني من نقص الكوادر التدرسية حيث لا يتجاوز الملاك فيها سوى أربعة مدرسات فقط وبعض المواد لم تدرس لغاية الآن رغب قرب امتحانة نصف السنة ومما يزيد من مأساة الطالبات ودمج شعبتين أو ثلاثة شعبين في صف واحد لسد الشواغر في الدرس الواحد صفنا جايش يجتمعونا صف واحد يعني صارت تسعين طالب بس صف واحد احنا جاينا نتعب من لعبها من جهنا بس هالمدرسة الوحيدة وريد يعني يكادر من الإنجليزي ما عدنا لدينا معلمين يلا أربعة يعني الكائب والصفوف يجمعونا اثنيا يعني حتى لتسعين مئة عاريان احنا كل شي نتعب بالدروس وتعتبر المدرسة الوحيدة المتوفرة في ناحية سد الحظيم وما يقرب من سبع قرى تزج العوائل بناتها فيها مما قد يحرم المئات من إكمال الدراسة أو التفوق بحسب الأهالي وهو ما دعاهم للمطالبة بحلول سريعة لإنقاذ مستقبل بناتهم فهذه القرى يعني كلها عليها وهي مواكو بس هاي الثانوية من ناحية العظيم يعني من قرى أكثر من سبع ثمان قرى عليها فما عرف وين يود بناتنا وهي عن بناتنا حتى موجودة يفتهمن في هذا الموضوع الإدارة المحلية في الناحية حملت مديرية التربية المسؤولية عن إعادة أغلب الملاك الجديد إلى مناطق سكنهم رغم تعيينهم على الناحية والاستحواذ على الدرجات الوظيفية المخصصة لها ما سبب تراجعان في الواقع التعليمي الحقيقة هناك نقص في الكادر مع كثرة بالمحاضرين بالمناطق الأخرى لكن الأكثر اللي تعينوا حتى اللي على الأعظيم أنه رجعوا أغلب من مناطقهم وهناك مدارس بقية مناطق مزدحمة يعني عدد المدرسين والمعلمين أكثر من الطلاب ولكن عد هنا بالأعظيم نقص حاد أما مديرية تربية ديالة فرغم المحاولات للحصول على رد إلا أنها امتنعت عن التصريح ما يثر الشقوق حول الآلية المتبعة لتسوية الملاك وما آل إليهم النقص حاد في بعض المدارس من محافظة ديالة عمر العبيدي قناة الفلوجة بعد أن حرموا من حق العودة إلى ديارهم رصدت كاميرا الفلوجة عوائل نازحة في قضاء سامراء بمحافظة صلاح الدين تعيش في بيوت عشوائية تفتقد لكثير من متطلبات العيش الكريم نتابع من النزوح إلى الهياكل والتجاوزات هذا حال بعض النازحين في سامراء الذين لم يعودوا لمناطقهم بعد أن أغلقت المخيمات في المناطق المحررة انتقل بعض النازحين إلى الهياكل أو التجاوزات هذا حال من تقطعت بهم السبل ولم يعوضوا عن الضرر بعد سنوات من النزوح السدت المخيمات وانتشرنا بالتجاوزات وبالهياكل لا رجعونا على ديارنا ولا أنطونا إفليسات نعمر بيهن ونبنع ونشترينا بيوت وهس دايحي لك الله وكيلك ما نعرف وين نتوجه وين مصيرنا وشنها لنحصلة وشنها ليجينا والحكومة جائزة من عندنا جائزة من عندنا الحكومة اللوم عشر سنين ما تقول هذول بشر ما تقول هذول أوادم عراقيين وهالخير كثير ما للحكومة جاءت الدول عاش بينا الدول عاش بينا الأطراف الدول كلها الأطراف العاشة ماليتنا ليش نحن نشنون ليش نحن نشنون ليش نحن نشنون ألفين عائلة من صلاح الدين وحدها في مخيمين لهم في كردستان أما عودة مائة وسبعة وعشرين نازحا لجنوب المحافظة فهي عودة خجولة رغم بدء العمل على إنهاء هذا الملف منذ ثلاث سنوات الحكومة العراقية أغلقت جميع المخيمات اللي تابعة اللي هي بداخل حكومة العراق لكن بقت المخيمات اللي هي بقليم كردستان ما زالت مفتوحة أدنا 127 شخص عادة والآن بعد ما أغلق واحد من المخيمات الثلاثة الموجودة في أسليمانيا والعمل جاري حسب ما نعرف من قبل وزارة الهجر والمهاجرين أن المخيمين الآخرين أيضا في طريقهم للأغلاق وأدنا بحدود ألفين عائلة من محافظة صلاح الدين هو العدد الأكبر هو موجود في أسليمانيا أكثر من خمسة عشر ألف عائلة نازحة من صلاح الدين داخل المحافظة وخارجها ينتظرون التفاتة حقيقية تطويم لفهم بعد عشر سنوات من النزوح والتهجير من صلاح الدين براك العان قناة الفلوجة الأخبار مستمرة سياسيا أخترت مفوضية والانتخابات البرلمان بأن المرشحة صاحبة أعلى الأصوات من المرشحين في الانتخابات التشريعية الماضية عن الدائرة الأولى في الفلوجة بمحافظة الأنبار هو القيادي في حزب السيادة عيسى الساير وظهر كتاب صادر عن رئيس مجلس المفوضين عمر أحمد أن الساير هو صاحب أعلى الأصوات عن الدائرة الانتخابية الأولى بأكثر من خمسة ألاف صوت وبالتالي هو المرشح البديل لمحمد الحلبوسي المنتهية عضويته في المجلس التشريعي بعد قرار المحكمة الاتحادية عقدت جماهير حزب السيادة في منطقة الغزالية بالعاصمة بغداد مؤتمراً داعماً لمرشحتها في انتخابات مجالس المحافظة مهى أحمد العبيدي من جهتها شددت العبيدي على دور العشائر في حث الجماهير على المشاركة في الانتخابات معلنة عزمها على الارتقاء إلى تطلعات الجمهور وإنهاء مشكلة المناطق العشوائية وتحويلها إلى مناطق سكن ملائمة للمواطنين بدورهم دعا الحاضرون إلى ضرورة اختيار الشخصيات الكفوئة التي تتناسب مع طموح الجمهور من هنا نبدأ منتخبين ومتعمدين على أبناء قبيلتنا العباد والعشائر الكريمة بأن تكون لنا السند فكما تعلمون القانون الانتخابي يتطلب زخماً جماهيرياً يترجم أصوات داخل صناديق الاقتراع وهذا ما لا يمكن تحقيقه إلا بوجود دعم عشائري من أبناء القبيلة إضافة إلى المؤمنين بالمسار والنهج الذي ننتهجه من باقي طواعف وعناوين مجتمعنا نحن اليوم حضرنا المؤتمر لمرشحتنا السيدة مهاء العبيتي وذلك لنعتبرها سفيرة لحزبنا بما وجدنا بها من إنسان الخلوقة ذات الأصل الطيب واللي تساعد وإن شاء الله تكون قد الثقة ثقة الحزب وثقة جمهوره ندعم شخصية تفيد المجتمع ولأن مجتمعنا تعال يعني الفقر وآفات الموزينة نطبط على مجتمعنا الدخيلة ولهذا لازم إحنا كوجهة وشيوخ لازم نحط بصمة أو نتعب لبناء هذا المجتمع باختيار الشخص الصح رسالتي عن الناس بأن لا تتصوتها بمجرد وعود لا أختار الشخص الصح أخليه في المكان الصح أعلن شيوخه ووجهاء عشيرة بني السعيد في بغداد دعمهم ومسندتهم لمرشحة حزب السيادة لانتخابات مجالس المحافظات هند هيثم السعيدي جاء ذلك خلال مؤتمر حضره جمع غفير من جماهير المرشحة هند هيثم السعيدي التي حظي برنامجها الانتخابي بتأييد ودعم واسعين فيما شددت على وضع التحديات التي واجهها المجتمع العراقي وشريحة الشباب خاصة في صلم أولوياتها أتمنى الشباب يهتم بعائلته بأخوته بخواته بأولاده بجيرانه بأمه بأبو أتمنى إحنا علينا واجبات وإلنا حقوق لهذا البلد من حصل حقوقنا إذا من أدي واجباتنا أتمنى الكل يشارك بالانتخابات حتى يغير فعلا يغير من واقع البلد يغير من الواقع الخدمي والصحي والاجتماعي اللي يدي يعيش به ويذمر من عنده إما أن نكون دو سيادة وعيش الرغيد وإما أن نرجع إلى الوراء ويبقون الذين جثموا على صدرنا نفسهم اليوم صوتك من ذهب لا تعطيه صوتك ذهب لا تعطيه إلا للذهب صوتك من ذهب فلا تعطيه إلا ذهب أنا أشجع المشاركة الواسعة في الانتخابات واليوم تدي بنا نحن كرم فان عندنا المرشحتنا مرشحت القبيلة اللي هي ست هند هيثم السعيدي فجئنا لمساندتها ومعازرتها وإن شاء الله تكون خير خلف لخير سلف جئنا إلى هذا المكان دعماً لهذه المرشحة الكفوعة الأصيلة وهذا كلام يأتي ليس من فراغ وإنما حقيقة لمسها كل الخيرين لأنها هذه الإمرأة متعاونة متفانية تحب أن تبني تحب أن تعاون الفقراء عاون لما لهم عاون في الرمادي تبارى نخبة من لاعبي الشطرانج في بطولة السيادة التي رعاها الشيخ خميس الخنجر كجزء من برنامج حزب السيادة في الاهتمام بالأنشطاء الرياضية نتابع بخطوة تهدف الاستقطاب الشباب والاهتمام بالجانب الرياضي حزب السيادة في الأنبار وبرعاية الشيخ خميس الخنجر يفتتح بطولة للشطرانج شارك فيها أكثر من عشرين لاعباً من كلا الجنسين ومن جميع أقضية المحافظة وستكون هناك جوائز مالية كبيرة للفائزين الأوائل برعاية الشيخ خميس الخنجر الأمين العام لحزب السيادة يقيم حزب السيادة فرن الأنبار المهرجان الشعبي للعبة الشطرانج وهذه اللعبة تستمر لمدة أسبوعين وضمن الفعاليات المختلفة التي يقيمها حزب السيادة في محافظة الأنبار لدعم شريحة الشباب برعاية الأمين العام لحزب السيادة الشيخ خميس الخنجر وبإشراف القيادي في حزب السيادة الدكتور خميس السعد انطلقت مساء اليوم بطولة السيادة للشطرانج على قاعة النخبة في مقر حزب السيادة الرمادي بمشاركة عشرون لاعباً من مختلف الفئات العمرية وتأتي هذه النشاطات ضمن أوليويات الحزب في رعاية الشباب والرياضة الشباب من جانبهم بيّنوا أهمية هذه النشاطات في الأنبار لأنهم يفتقرون لها كما إنها تسهم باستقطاب جميع الفئات العمرية والسقل مواهبهم من خلال الندوات العلمية والثقافية فضلاً عن الألعاب التي تنشط من ذاكرتهم وتحسن من قدراتهم لاحتضانهم وحمايتهم من الأفكار المتطرفة وغيرها الشطرنج هي تستقطب الشباب بصورة خاصة أنه يلتهون نشاط رياضي أفضل من أنه يتسكعون بالشوارع أو يذهبون إلى ممكانات أخرى ويسعى حزب السيادة في الأنبار لافتتاح ورشات تدريبية لجميع الأنشطة داخل قاعة النخبة الخاصة بالحزب للاستفادة من الطاقات الشبابية لتلاقي هذه النشاطات إقبالاً كبيراً من أهالي الأنبار شاكرين جهود الحزب المبدولة لدعمهم بلا مقابلة من الأنبار دريس يحيا قناة الفلوجة ختم الحصاد هذا تفكير بالعنوي مع تواصل الهجمات على القواعد الأمريكية أمريكا ترفع رسمياً انذار 2001 بوجه العراق وتعيد للذاكرة ذرائع الاحتلال الجهود القطرية تنجح بفرض الهدنة في غزة والشيخ الخنجر يدعو العرب والمسلمين لدخل مساعدات للقطاع بعد أن تقطعت بهم السبل وحرموا من حق العودة مئات العائلات النازحة في صلاح الدين تلجأوا للعشوائيات بعد طول نفي بشأن وجوده السوق الموازي يمسك بزمام الدولار ويتحكم بسعر صرفه أملاً باستقرار الأسعار زحف على محرمات سريع الدورة اليوسفية يفجر غضب أصحابها المتضررون يؤكدون ملكونا منذ العهد العثماني للمزيد تفضلوا بزيارة حساباتنا على فيسبوك، تويتر، يوتيوب وإنستجرام هذا ختم الحصاد إلى اللقاء اشتركوا في القناة